اللي قاله آدم واللي أنا أصلنا من الناس اللي تحب آدم جدا جدا اللي قاله ده أنا أظن بحكم بقى شغلانتي أن أنا بقعد أسمع قدر الإمكان ناس كتير جدا في وقت عرض المسلسل وبعد عرض المسلسل كل ما يعرض أنه كل الناس دون استثناء كان انتصار بالنسبة لهم هي الأكثر النجومية أو لمعانا من جو المسلسل وعلشان برضو بقى أمين وباسم علشان فكورس يا حماس وباسم صامر عارف أن أحبه قد إيه كمان من زمان ومسل متميز رهيب و أنا أصلا بحب الناس الدغري وباسم أصله دغري جدا وواضح وموقف ووقع هو أنا كده يا جماعة يعني عيشوا بقى لأن أنا كده وانتصار كده لأنه كل الناس كانت تقول إيه إيه ده ده بالزبط بالزبط هي جدا ما كنتم تجيل بقى فكنتم طلعت إيه تبرحتي بقى بس ده أنت أنتصار أنت عموما على ما يبدو دائما حتى لما نيجي نشوف أي حوار صحفي لك أي حوار تلفزيوني لك أنت شخص دغري وعدل وأحيانا يوصف ما بينقصين أنه صادم أنت توفق على اللي بينقصين اللي هي صادم دي آآ آآ بس هو صادم ليه أنا معاك موافقة دماما صادم بس ليه ليه لأن كله بيغني يعني كله عمال يغني كده ما عرفش وغنى نشاز قوي يعني والموضوع بقى زاد عن حده يعني وبقى نشاز قوي وتكرار نفس الكلام اللي بتسمعه كل مرة اللي هو فيه تناقض زاد عن الحد قوي يعني ما نبقى واضحين يا جماعة والصرحة عادي يعني على الأقل ما تبقى صريح هتواجه مشاكلك وبعدين ما وصلناش بقى لدرجة برضو أنه احنا نغني في حاجات أساسا يعني مش موجودة أنت بتزرع حاجات جديدة يعني يعني هو تزرع جديد يعني ده لو بصيت كده أهو موجود أهو فجأة أبصلك هتقولي مش موجود ما أنا شايف إيه خيال يا ناس ما أنا شايف إيه مش ها أنت شايفه ما قوله هو موجود اختفى سبحان الله يا راجل طب نتعامل أنه مختفي بقى طب أنا هتعامل مرة أنه مختفي هتعامل مرة تانية أنه مش موجود حسكت وابلعها لكن بقى يعني بتزيد قوي منك يعني بتزيد قوي فبتضطر تقول لا يا جماعة على فكرة في حقيقة موجودة هي هنا ففكرة أنك تشاور على حاجة موجودة والناس متجه لها لأسباب أنا ملاقا علامها يعني وقت دي أسباب بقى كتير لا أصلا أنت عايش في الدنيا ليه عشان تقول يا ما تقولش يعني أنت أصلا كلك على بعضك إيه وبتظهر في التلفزيون ومشهور ومؤثر ومحبوب هتكذب كمان بتكذب ليه عشان تمشي مع الموجة يا إما بقى هتلاقي هتلاقي بقى مواقع الإبترونية بقى ونسبة أنت عايش على عفاك بقى وتتغذى عليك بقى وعاس أنك هتتهزي يعني هتهزي ليه؟ ما أنا قلت خلاص لازم تبقى حقيقي يعني ده منطق البسط بس دايما دايما يقولوا إيه؟ يقولوا إنه يا جماعة الشغل في الفن يستوجب منك إنك تبقى مجامل إنك ما تخشش في صدمات إنك ما ما تقول يعني بيقولوا والله أعلم وإذا كان الكلام اللي هم بيقولوا ده منطقي إنه ده ما بيهزكيش إنه طبعا أنا كده ممكن أخسر شغلة أخسر علاقات أخسر ناس إلى آخره لا وأنا أسلم يعني أعرف الأصول حلو يعني ما بغلطش في حد حلو ولا غلط في الزمل لأنني أنا عارفة يعني إيه زمالة ويعني إيه صداقة ويعني إيه سر يعني وصول العامة في الحياة دي أنا عارفة أم حافظة عليها لكن دي آراء آراء حقيقة يعني يعني أنا ما بعرفش قبلها على الكلام يعني هل كل الناس بتعرف تتحمل الرأي ولا لا كل الناس بتتحمل تقدر تتحمل الرأي الصريح ولا لا لا أو ما بيتحملوه وعارفين إنه هو صح وكل حاجة